السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم اخواني متابعي قناة دورو استقنية المعلومات مرحبا بكم سعيدا جدا بلقائكم التواصل معكم مرة اخرى في هذه الحلقة الجديدة والتي تأتي استكمالا للحلقة السابقة الحلقة التي تقاسمناها البارحة والتي كانت بخصوص طريقة احترافية لتقديم العروض التربوية والعلمية هذه الطريقة تقتضي منا سنذهب الى العرض الذي تقاسمناه يوم البارحة ان ننهي العرض بطريقة جميلة جدا تعطيه قيمة اكثر وتعطيه احترافي اكبر حتى يظل المشاهد او المتابع من قام بانجاز هذا العرض واشرف عليه اذا سأذهب الى العرض الكامل لاحظوا عندما سأضغط الان لاحظوا النهاية التي احب ان اتقاسم طريقة انجازها معكم وهي التالي لاحظوا اسماء الاشخاص الذين قاموا بانجاز العرض كيف مرت من خلال هذه الشريحة ثم الشكر تقديم الشكر للمتتبعين اذا هذه هي الطريقة التي احب ان اتقاسمها معكم طريقة انجازها سأقوم الآن بازالة هذه الشريحة الآن سنبدأ معا في انجاز نفس الشريحة التي كنت بصدد تقاسمها معكم قبل قليل سنضغط نوفيل ديابوزيتيف طبعا هذه الاشكال او هذه الجداول سنقوم بازالتها الآن بالضغط على زر الفئر الايمان ثم ديابوزيتيف ثم فيد الآن سنقوم باضافة الصورة او الخلفية التي سنعتمدها كاخر شريحة تظهر للمشاهدين والمتابعين سنتج مباشرة الى انسيقسيون ثم ايماج ثم ايماج ثم ان كانت هذه الصورة توفر على جهاز الكمبيوتر موجودة على جهاز الكمبيوتر نضغط ستأباري وان لا يمكن ان نحصل عليها من خلال الانترنت بالضغط على ايماج اونلاين ونحصل هنا على محرك بينك سيأخذنا الى الانترنت ويمكنك اما كتابة الكلمة التي تريد ان تبحث عنها موضوع الصورة في هذا المكان او ان تبحث في هذه العشرات بل المئات من الصور الموجودة في هذا المكان اذا انا لدي الصورة موجودة على جهاز الكمبيوتر لذلك سأضغط هنا ثم ايماج ثم سيتاباري وادى مباشرة الى سطح المكتب هذه الصورة التي كنت اشتغل عليها قبل قليل تمت اضافتها الى مساحة العمل سأقوم بسحبها لكي تأخذ المساحة كاملة طبعا نوع الصورة والالوان وجودتها وهذا يعتمد على مقدار بحثك ومهارتك في اختيارها الان سنتجه الى انسيرسيون ثم فورم ثم نختار هذا المستطيل ثم نقوم برسم مستطيل في هذا المكان بهذه الطريقة ونزيل عنه هذه الحواف الخارجية بالانتجاه الى كونتور ان لم تظهر هذه الادوات بشكل اوتوماتيكي كل ما عليك هو الانتجاه الى هذا الشريط العلوي والضغط على فورما دولا فورم اذا نختار كونتور ونذهب الى صون كونتور لازالة هذه الحواف ثم نغير اللون هذا المستطيل نتجه الى غنب ليساج ونختار اللون الاسود ولان اللون الاسود داكن جدا سنقوم بتقليل ضخ الألوان اللون الاسود على هذه الصورة بالضغط على زر فأر الايمن ثم فورما دولا فورم ثم نتجه هنا الى ترانسبارنس وهي الان صفر في المئة سنزيدها الى خمسين اذا صعب علينا التحكم نتحكم من خلال هذه المفاتيح نجعلها في خمسين بالمئة الآن نتجه الى انسرسيون مرة اخرى ثم تجه الى تيكست ثم زوند تيكست ثم سنقوم برسم مساحة داخلها بكتابة ما نريد اذا تعمت ان تكون المساحة بنفس عرض الصورة الاولى السوداء الشفافة التي قمنا بوضعها على الصورة او على الارضية الآن سأقوم بوضع هذا المؤشر في الوسط ونبدأ في كتابة المشرفين على هذا العرض فنكتب مثلا سنزيد في حجم هذه الكتابة بهذه الطريقة حتى تصبح واضحة جدا هنا وضعت مجموعة من الأسماء لمن قام بإنجاز هذا العرض من إنجاز هؤلاء الأصحاب هذه الأسماء ثم تحت اشراف الأستاذ المشرف على هذا العرض ثم ربما نضيف هنا في الأسفل مثلا الشكر سنقدم شكرا لمن تابع هذا العرض ويفضل أن يكون المسافة بين من أشرف وأنجز هذا العرض وتقديم شكر مسافة لا بأس بها الآن سنقوم بتصغير حجم الشاشة سنقوم بتقليل الزوم سنتمكن من تحكم أكثر في هذه الصورة وهذا المحتوى الآن لاحظوا معي سأبدأ بهذه الكلمات أو هذه الأسماء الموجودة هنا سأقوم بزيادة المسافة فيما بينها بالتعليم تضليل عليها ثم الاتجاه إلى هذه الأداة هنا في الأعلى هي المسافة بينها بين كل اسم آخر 1.0 سأزعلها 2 حتى تكون المسافة معقولة الآن سأقوم باختيار هذا المربع الذي يحتوي هذه الأسماء ثم عندما يظهر المؤشر يتحول إلى علامة رباع الاتجاهات أضغط على شيفت في لوحة مفاتيح حتى أحافظ على تموقع هذا المربع أو هذه الكلمات أو هذه الأسماء في وسط الجزء المضلل بالأسود إذن أضغط على شيفت وأقوم بإنزال هذه الأسماء إلى أسفل حتى يختفي أول اسم من على الشاشة التي ستظهر للناس المشاهدين الآن سأقوم بتحريك هذه السلسلة من الأسماء صعودا إلى أعلى وذلك بالتجاه إلى أعلى ثم أجتئين أعلى وأختار في الأسفل موفمون سأختار line أو لين باللغة الفرنسية جيد إذن ظهرت سأتأكد من خلال option دولي في أننا إلى أعلى وليس إلى أسفل لاحظوا هنا با بمعنى ستعود إلى الأسفل نريد لها أن تصعد إلى الأعلى سنختار هو لكن الصعود كان محدودا جدا سنقوم بزيادة صعود هذه الأدات وذلك بالضغط على هذه العلامة الحمراء هنا إلى أن تتحول إلى شكلها إلى أن تتحول إلى دائرة صغيرة ثم أضغط مرة أخرى على شفت وأقوم بسحبها إلى أعلى حتى تصبح كلمة شكر موجودة في وسط الصورة سنقوم بإنزال الصورة إلى أسفل لاحظوا أن عندما ظهرت كلمة شكر هنا يفترض بأن جميع الأسماء الأخرى قد خرجت من الصورة الآن سأقوم بتكبير صورة حتى نشاهد ما سيحدث ثم نضغط على أبيغسي هنا لنرى إن كانت الأمور لكن شكرا سعدت أكثر من اللازم لذلك سأقوم بتصغير الشريحة أو الصورة الزوم سأعود به إلى الوراء ثم أعود إلى هذه النقطة وأعود بها قليلا إلى الوراء حتى تصبح كلمة شكر لتتبعكم في وسط الصورة أنقر في الفراغ ثم أعود إلى كلمة شكر وأزيد من حجمها قليلا يبدو أن حجمها قل من المناسب ثم لك أن تختار نوعية الخط يبقى لك أن تختار نوعية هذا الخط وحتى اللون كنت تفضل لون الآخر غير الأبيض لكن لأن الخلفية سوداء يفضل أن يكون لون بالأبيض الآن سأقوم بتكبير الشريحة مرة أخرى زيادة زوم ثم الضغط على أبرسي لنشاهد جيد لكن السرعة سرعة صعود ماء هنا شديدة فنقوم الآن بإنقاس هذه السرعة بالذهب إلى هنا لاحظوا في فورما دولا فورما دوري اثنان أجعلها عشرة ونشاهد الآن نضغط على أبرسي لاحظوا السرعة جيدة ومقبولة الآن نريد للصعود أن يكون أكثر واقعية انطلاق هذه الحركة من الأسفل إلى الأعلى نريد لها أن تكون أكثر واقعية لذلك نضغط على ثم هنا نختار هذا السهم ونختار Option ثم نقوم بإنقاس مدة الإنتلاق سنجعلها صفر هكذا وليس خمسة ثم نضغط على لاحظوا الانطلاق كانت طبيعية أكثر وبهذا حصلنا على ما كنا نبحث عنه سأعود إلى الشريحة وأقوم بضغط على العرض الكامل ثم أنقر لأشاهد ماذا سيحدث لاحظوا الصعود لمن قام بإنجاز هذا العرض ومن أشرف عليه ثم الشكر لمن تابعه وشارك فيه هذا كل ما أحبت أن تقاسم معكم وهو إنجاز هذه العملية البسيطة لكن ذات قيمة في ختام أي عرض تربوي تقدمه أمام الجمهور إذا عجبك الفيديو طبعا لا تبخل بالضغط على اللايك وجيم أسفل الفيديو وتقاسم الحلقة مع أصدقاء الزملاء على مواقع التواصل الاجتماع تستفيد الجميع وتعم الفائدة شكرا لبخائك معنا إلى هذه اللحظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته